نادي الأهلي 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 حتى نفسياً اللعب يحس بقيمته المعهودة اللي هو كان موجود. فمبروك اللعبين كلهم بيحاولوا لعبوا باس 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 باس. سهل. زي ما هو اكرم توفيق مالي الملعب بالنشاط واحد. بتكمل على خير بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله كابتن وسامة نتيجة منطقية اللي تبقى نحضر صوت الأول. ممكن تزيد عن ثلاثة كمانا. مزبوط. واعتقد الشوت الثاني النادي الأهلي لو لعب جدية المباراة ممكن توصل لستة أهداف ولا حاجة. شوت جيد للنادي الأهلي. اللعبها بتلعب بحماس النهاردة. الجبهات مفتوحة جداً عكس ما احنا كنا متوقعين. يعني الجبهة اللي فيها كريم فؤاد وحسين الشحات مفتوحة تماماً بيعملوا كل اللي هم عايزينه. حتى في بعض الأحيان التركيز بس بيقل في الكرة العرضية أحياناً من كريم فؤاد أو تزديدة متسرعة من حسين. لكن هي هو الطريق مفتوح. نفس الشيء نحية طاير وكان عدد الفتاح برضو الطريق مفتوح خالص في الجبهة. التمركز بتاع لعيبة طريق الجيش في وسط الملعب وورا مفوش أي تنظيم في لغبطة غير طبيعية. نادي الأهلي بيوصل بسهولة جداً وجاب تلات أهداف جميلة وبالذات طبعاً هدف منع من رائع التالت. اللي عجبني النهاردة في فرقة الأهلي الفاولات والضربات السابقة بتعامل كويس قوي النهاردة. وجبنا منهم هدفين اللي هما الأولاني والتالت فأتمنى الأمور تستمر على كده. أعتقد مزيد من الجدية وكمان لما يحصل تبديل في بعض اللعيبة المؤسرة كمان زي إمامه وأفشا والناس دي. النادي الأهلي قدر يضيف ثلاث أربع هدف تالي. ومن نسبة الأهداف النهاردة الهدف عمر السلية هو الهدف رقم 3000 للنادي الأهلي في الدوري الممتاز المصري للكورت القادمة. كابتن عادل تفوق للنادي الأهلي وانهيار تام لفريق طلاع الجيش وبسيوني متمسك بنفس أسلوب وطريقة اللعبة. كابتن اتكلمنا في أول المطش سغلال الفرص للنادي الأهلي بيخلي أي فرقة لعبك. مش طلاع الجيش بس أي فرقة لعبك بتروح للبلانبي والبلانبي بيبقى صعب للبلانبي بيبقى صعب للبلانبي بيلا زي فرقة النادي الأهلي. ولكن انت النهاردة كل الناس كانت شايفة نص الملعب بتاع النادي الأهلي إنه مش هيبقى عنده الواجب الهجومي. لكن فرقة طلاع الجيش رجوع على الورا هو الأدى إنك أنت يجيلك الفرصة دي. واستغلال الفرصة الأولى دي حاجة مهمة جدا. والحاجة الثانية فعلا زي ما كنت أتكلم وقال على المواقف السابقة. أنا أول مرة يمكن من فترة شفت النادي الأهلي بدأ يعمل القرنى اللي جيه من الفاول اللي جيه منه الجون. الأولاني كانت جملة معمولة كويس تأخير محمد طهر يمكن جملة متعرف عليها. ولكن طالما أنت ما بتعملهاش بتشتغل عليها. الهدف الأولاني ده. الهدف الثاني اللي هي في جملة بعضية اللي هي في القرنى حتى الناحية الشمال. النادي الأهلي عملوا بصورة جديدة بشكل جديد. الهدف بتعمل منهم. يمكن منهم طول الوقت بيروح القريبة. نحن متفقين لكن التأخير بتاعه في الوقت ده هو اللي أدى أنه يحرز الهدف بالشكل ده. النادي الأهلي أراد أن يجيب أهداف أكتر. ويمكن أنا مع حتة أنه يريح اللاعبين ويأخذ المباراة تجاريا باعش أن أنت عندك مكش يوم الخمس. طيب كابتن بلال تفوق باكتساح. طوال. بس يوني طلعا على الجيش بلعب مدافع في نص ملعب ومع ذلك مساحات شاسعة بين الخطوط وبعضها مع أنهم مضيقين مساحة الملعب. أنا شفت المباراة اللي فاتت مع زيد أربعة واحد. كانوا ثلاثة صفر وبعد كده ثلاثة واحد وبعد كده أربعة واحد. يعني فتوقعت النهاردة ممكن يبقى لم تش يكون مختلف شوية. يعني يبقى فيه درس من بقى من الدروس لكن واضح أن ده اسلوب لعب. أو ستايل لعب في الملعب. تمام؟ ولكن أنت كمدير فني بيبقى ليك دور. مش موجود. يعني أوقات بتتدخل. مش موجود. حتى الآن. لا مش موجود. خالص. يعني عبد الحميد باسيوني واضح أنه ملوش دور النهاردة في الماتش. طب ممكن يدغير الشوت الثاني يبقى ليه دور يبقى أسلوب. خذ بالك هنا هنا في أزمة في تغير مش في صالح. فيه أزمة هنا كابتان أيضا هل هيعمل زي ما الاتحاد عمل مع الأهلي؟ يفتح بعد الثلاثة. نفس النتيجة. أيه بالظبط. ثلاثة صرف. هل تيجي شوت الأول ثلاثة صرف. اتحاد ابتدى شوت الثاني يضغط. بعد عشر داية مضبوط. تمام؟ مقيد ثلاثة واحد. توقع أنه جيب الثاني. الثلاثة تغيرات كمان. توقع أنه جيب الثلاثة تغيرات كمان. هنا أنت قدام مفترق طرق يعني زي ما بيقولون. ألا وهي هل بسيوني يغير ويلعب هجومي. فبالتالي وبعنده مشاكل في الحتة تفاق أكتر من المشاكل اللي موجودة. والهل النهاردة يبتدي يأمن ويخرج ويحاول أنه يسجل أدف يخرج بنتيجة تلاتة واحد تلاتة صفر. يعني هو خلاص والمبارات روح لكده. بص أنا بشوف تغيبالك في ظل الهزيمة اللي فاتت من زل. وهزيمة النهاردة لو كترت عن كده بسيوني عنده أزمة كبيرة. فبالتالي أنا أعتقد أنه هو لازم يأمن بشكل كويس وما يجذفش في الحتة اللجمية. بل بالعكس يعيد توظيف اللعيبة في الحتة الدفاعية بشكل جاي. تمام؟ ويعتمد بقى على الثلاثة اللي موجودين قدامه وبيخبطوا إذا ما بيخبطوا تمام بيلعبه وبيحاول بقى يلعبه على اللونج باصل مهراء الفردية. هو أصلا بيلعب كده من أول جيمة على فكرة. بس هو عنده مشاكل في التنظيم الدفاعي. خد بالك هو ما بيهاجمش. هو بيشتغل على الثلاثة اللي موجودين في الحتة اللي قدام ديوارة وجدون ويسري تمام؟ وبس ما بعملش حاجة تانية. بس أنت مش مديله فرصة عارف لها كبتن زي ما انت فعنا. لأن أنت دفاعاتك قريبة من خط النص. فبالتالي أنت زائق نص نوعب للحتة اللي قدام ودي الحاجة اللي أنت عاملها بشكل جديد. استمر على كده ممكن نجيب جنين أو ثلاثة شرطة تجريد. بإذن الله رب العمين. كل التوفيق للناس يقاهل تعزيز الفوز الشرطة التانية. هنروح لفاصل ونرجع لحلالكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة أرجوكم. انتظروكم.